بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي ننطلق لنستكمل فيه ما تحدثنا عنه حول تكيفات المخلوقات الحية تحدثنا عن تكيفات بعض الحيوانات ثم انتقلنا لتكيفات النباتات اليوم بإذن الله سوف نستكمل تكيفات كذلك العديد من الحيوانات لنضرب عددا من أمثلة هذه التكيفات إذن عنوان درسنا لهذا اليوم طالبي وطالبتي كما نشاهد أمامكم ما بعض تكيفات الحيوانات في البداية طالبي وطالبتي قمنا بأعطائكم سؤالا واجبا منزليا حول بعض الأمثلة في تكيفات النباتات ذكرنا في درسنا للحصة الماضية عددا من الأمثلة لتكيفات النباتات أريد منك طالبي وطالبتي أن تعطي بعض الأمثلة لهذه التكيفات أحسنتم إذن من هذه الأمثلة عندما نقوم بحل الواجب نجد أن مثال الأول نبات الأوركيدا هذا النبات يوجد على ساقه أعضاء منتفخة هذه الأعضاء تخزن فيها الغذاء إضافة إلى الجذور الهوائية التي تمتص الماء من الهواء الرطب أوراق تتكيف مع الرطوبة ليستطيع ذلك النبات أن يتخلص من الماء الزائد نبات البلوط مثال آخر للتكيفات تفقد أوراقها في الشتاء يساعدها ذلك في منع فقدان الماء نبات الصبار والذي يعيش في البيئة الصحراوية لها سيقان سميكة ذات طبق شمعية تمنع فقدان الماء ولها جذور كثيفة قريبة من سطح التربة سيعدها هذه الجذور على امتصاص الماء بسرعة تحدثنا سابقا طالبي وطالبتي عن التكيف أريد منك طالبي وطالبتي أن تقوم بالتعريف في عملية التكيف وكذلك ذكر أنواع التكيف أحسنتم رائعون إذن التكيف كما ذكرنا سابقا والخواص التركيبية لاحظ طالبي وطالبتي والسلوكية التي تساعد المخلوق الحي على العيش في بيئته إذن ماذا نعني بالتركيبية والسلوكية؟ التركيبية هي نوع من أنواع التكيف وهي تغيرات في تراكيب جسم المخلوق الحي سواء كانت الداخلية أو الخارجية حتى تساعده للعيش في بيئته الأعضاء المنتفخة في ساق نبات الأوركيدة هذا تكيف تركيبي ساعده على الاحتفاظ بالماء إذن عديد من التكيفات التركيبية تحدثنا عنها في درس الحصة الماضية وما قبلها التكيفات السلوكية تعديل في سلوك المخلوق الحي حتى يستطيع ذلك المخلوق أن يتعايش ويعيش في تلك البيئة عندما تنطلق الذئاب مجموعة حتى تساعد على الحصول على فريسة كبيرة وبالتالي نقول هذا التكيف سلوكي اتخذته هذه الذئاب لكي تتكيف مع البيئة التي تعيش فيها بعد ذلك طالبي وطالبتي انتقلنا إلى الحديث عن بعض أمثلة التكيفات التركيبية والسلوكية في المخلوقات الحية عندما تأكل فقمة البحر الحيوانات ذات الغطاء السميك ومنها السرطان فهي بالتالي تقوم بكسر القشرة بصخرة صغيرة هذه الصخرة تضعها على بطنها لتستخدمها في ضغط السرطان على صخور الشاطئ حتى بذلك تستطيع تكسير صدفته تكيف تركيبي آخر للجمل خف مسطح هذا الخف يساعده على السير في الرمال دون أن تنغرس رجلة تكيف سلوكي آخر للفيلة سلوك اجتماعي معقد وهذا السلوك هو سيرها في قطعان حتى تساعد في حماية صغارها كما أن الصغار تمسك بذيول أمهاتها لكي تبقى قريبة من القطيع وسيلة من مسائل الحماية وبالتالي هذا تكيف سلوكي ننطلق وإياكم طالبي وطالبتي في درسنا لهذا اليوم عبر هذه الشريحة الأساسية دائما ما تمر علينا هذه الشريحة لنجيب عن هذا السلساؤل الأساسي تحدثنا عن تكيفات بعض الحيوانات وتكيفات النباتات وسوف نساعدكم اليوم بإذن الله تعالى على التعرف على المزيد من هذه الحيوانات التي تتكيف في بيئات مختلفة لدينا مفردات وسوف نتحدث بإذن الله خلال الدروس القادمة عن مفردات أخرى التكيف ومنا بالحديث عنها إذن لدينا عدد من المفردات سوف نتحدث عنها في درسنا اليوم وكذلك الدروس القادمة مهارة القراءة هي مهارة أساسية طالبي وطالبتي نحتاجها في عملية الشرح والتفسير أنتم مبدعون في القراءة فبالتالي سوف نقوم بعملية القراءة لكي نستطيع أن نقوم أو نتعرف على مهارة أخرى وهي مهارة المشكلة والحل لنشاهد عدد من المشكلات ونضع لها الحلول المناسبة ثم نضع لها الخطوات المناسبة لكي نوجد الحل المناسب لهذه المشكلة ننطلق إلى عنوان درسنا لهذا اليوم ما بعض تكيفات الحيوانات نشاهد معا طالبي وطالبتي وهب الله سبحانه وتعالى للحيوانات تكيفات هذه التكيفات سوف تساعدها على العيس في بيئاتها فالحيوانات التي تعيش في بيئة باردة كما تشاهد أمامك طالبي وطالبتي لهذه الحيوانات التي تعيش في هذه المناطق الباردة تمتاز بفراء سميك لاحظ معي هذا الدب وكذلك هذا الثور وهذا الثعلب لتشاهد أن أجسامها تحتوي على هذا الفراء السميك إضافة إلى كمية كبيرة من الدهون في هذه الحيوانات أو في أجسام هذه الحيوانات حتى تبقيها دافئة الفراء وكذلك الدهون الموجودة في هذه الحيوانات سوف تساعدها بإذن الله تعالى لأن تبقى دافئة في هذه البيئة القاسية أو منخفضة جدا في درجات حرارتها وبالتالي هذه الخصائص ساعدت هذه المخلوقات على أن تتكيف في هذه البيئة لتبقى دافئة عبر فرائها وكذلك الدهون الإضافية التي توجد في أجسامها العكس تماما طالبي وطالبتي في الحيوانات الصحراوية إذن ماذا تتميز به هذه الحيوانات؟ في الحيوانات الصحراوية طالبي وطالبتي نجد أنها غالبا ما تنشط في الليل نشطها غالبا ما يكون في الليل بينما ماذا يحدث لها في وقت النهار؟ أحسنتم وقت النهار وقت شديد الحرارة فبالتالي سوف تكون هذه الحيوانات أو سوف تلتزم هذه الحيوانات بمأواها في النهار لكي تتفادى درجات الحرارة العالية ومنها هذا الثعبان وغيره من الحيوانات التي تعيش في الصحراء إذن هذه الحيوانات تقوم ب أو تكون في جحورها أثناء النهار لتتجنب أشعة الشمس بينما في أثناء الليل سوف تنشط وتنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن غذائها كالثعبان كالضب كالجربوع إذن عديد من الحيوانات التي تعيش في هذه البيئة الصحراوية والتي وجود هذه التكيفات التي ساعدتها في أن كأمثلة هذا التكيف السلوكي الذي ساعدها في أن تنطلق لتبحث عن غذائها في الليل وتلتزم جحورها في أثناء النهار حيوانات الماء طالبي وطالبتي أيضا هي لها تكيفات فبالتالي نشاهد أن هذه الحيوانات المائية نشاهد أن أشكالها انسيابية لاحظ معي كيف شكل أو كيف يكون شكل هذا سمك الدلفين كيف أنه شكل انسيابي وكذلك سمك القرش هذه الانسيابية ساعدتها على أن تسبح في الماء بسرعة كبيرة لكي تساعدها على الحصول على فرائسها إذن هذه الخصائص أو انسيابية الشكل لهذا المخلوق الحي ساعده على أن ينتقل بسرعة ليحصل على فريسته بشكل سريع بعض هذه الحيوانات لها صفات أخرى حيث أن بعضها يستطيع أن يحبس أنفاسه فترة طويلة بعضها الآخر يتنفس تحت الماء عن طريق الخياشيم إذن لدينا حيوانات تستطيع أن تسبح في المياه وكذلك تبقى لمدة طويلة حتى تحصل على غذائها رغم أنها من حيوانات اليابسة وكذلك تستطيع بعضها أن تقوم باستخدام الخياشيم لكي تتنفس وتساعدها بذلك على الحصول على فرائسها داخل الماء بعد ذلك طالبي وطالبتي نشاهد أن لتكيفات أخرى حيث هي الله سبحانه وتعالى بحكمته بعض التكيفات لدى الحيوانات العاشبة أو الحيوانات التي تعيش في البيئة العشبية هذه الحيوانات تستطيع أن تتجنب الحيوانات المفترسة الغزال مثلاً يستطيع أن يركض بسرعة قدرها ثمانين كيلو متراً في الساعة سرعة كبيرة جداً تصل إلى ثمانين كيلو متراً في الساعة هذه السرعة ساعدته على أن يحمي نفسه من أن يكون فريسة لحيوان مفترس خصائص أخرى لمخلوقات أخرى بعض الحيوانات قد تفرز مواد كيميائية كريهة الرائحة هذه المواد تجعل الحيوانات المفترسة تهرب منها مبتعدة عنها إذن خصائص أخرى لحيوانات أخرى تعيش في هذه البيئة العشبية كالغزال الذي يستطيع أن يسير بسرعة تصل إلى ثمانين كيلو متر في الساعة حيوانات أخرى كهذه الحيوانات أو السنجاب المخطط والذي يستطيع أن يفرز مواد كيميائية كريهة الرائحة حتى يتجنب أن يكون فريسة لحيوان مفترس الحيوانات المفترسة كذلك لها خصائص لها صفات حتى تستطيع الحصول على فريستها ما هي الخصائص؟ ما هي الصفات؟ ما هي التكيفات التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذه الحيوانات؟ نشاهد معا مثالا لهذه الحيوانات هذه التكيفات التي تساعد الحيوانات المفترسة لأن تقوم بعملية الصيد عملية البحث عن الغذاء البوم مثلا له تكيفات عديدة تجعل منه صيادا ليليا ماهرا إذن لديه تكيفات عديدة لديه أعين كبيرة جدا لديه كذلك بعض الحواس التي يستخدمها حتى يستطيع أن يصطاد فريسته في الليل بشكل رائع وبإتقان تام وبالتالي يحصل على غذاءه أمثلة أخرى أو أمثلة خصائص لهذا الحيوان البومة نشاهدها معا أو تكيفات لهذا الحيوان في الصورة المجاورة شروح للتكيفات التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهذا الحيوان وهو حيوان البومة لاحظ طالبي وطالبتي أن الرأس يتمتع بحاسة سمع قوية جدا فإحدى أذنيه أعلى من الأخرى لماذا؟ هذا يزيد من قدرته على التمييز الجهة التي يصدر منها الصوت وكذلك تحديد المسافة التي تساعد هذا البوم على التقاط فريسته إذن هذه ميزة وهي ميزة حاسة السمع القوية عدم التوازن بين أذنيه حيث أن إحداهما أعلى من الأخرى والتي تساعد على تحديد المكان تحديد وقت انقضاضه على فريسته العينان كبيرتان في البومة كما تشاهد هذه الأعين الكبيرة في البومة تساعد على رؤية الفريسته حتى وإن كان في الظلام تقع عيناه في مقدمة رأسه مما تساعده على قدرة التركيز في نظر الفريست الأجنحة للبوم أجنحة ذات عضلات كبيرة وقوية تساعده على الصيد كما أن الأجنحة كاتمة لصوت حركته في الهواء أثناء الطيران مما يساعده على الطيران بهدوء ومباغة فريسته بشكل سريع جدا دون أن يحس هذه الفريستة أو تحس هذه الفريستة بذلك الخطر إذن هذه خاصية لهذه الأجنحة في هذا الحيوان وهو البومة خاصية أخرى لهذا الحيوان القدمان لاحظ معي طالبي وطالبتي أقدام هذا الحيوان أو البومة كما نشاهد لقدمي البوم مخالب ضخمة تساعده على الإمساك بالفريست هذا التكيف يساعده على الإمساك حتى بالحيوانات الكبيرة والتي تفوقه حجما إذن نشاهد أن التكيفات التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق ساعدته على أن يستمر في هذه البيئة وأن يتكيف معها بحسب الخصائص الموجودة به عينان حاسة سمع قوية مخالب أجنحة قوية ذات طبيعة هادئة لا يحس بها الفريسة التكيفات المختلفة طالبي وطالبتي في تركيب المخلوقات الحية وسلوكها جميعها شواهد حية على حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وحسن تدبيره ورحمته ورحمته بخلقه وكذلك بهذه المخلوقات إذ يسر الله سبحانه وتعالى معيشة المخلوقات كفل حياتها بما يتناسب مع حاجاتها وظروفها المختلفة بما يتناسب مع ذلك الجمل بما يتناسب مع ذلك البوم بما يتناسب مع ذلك الأسد وغيره وغيرها من المخلوقات الحية قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ما بعض تكيفات هذه الحيوانات ذكرنا أمثلة لهذه التكيفات ولكن ما بعض هذه التكيفات كيف يمكن الحيوانات أن تتكيف التمويه إحدى طرق الحيوانات تدافع بها عن نفسها عن طريق محاكاة الأشكال والألوان الطبيعية في بيئتها بحيث يصعب تمييزها عن محيطها شاهد معي هذا البومة هل تستطيع أن تميز بينه وبين البيئة التي يعيش فيها؟ نلاحظ أنه يشابه البيئة بشكل كبير جدا في لونه في شكله تسمى هذه العملية طالبي وطالبتي التمويه يمكن التمويه أو يمكن هذا التمويه الحيوانات المفترسة كهذا البومة من التسلل ومباغت فريستها كما يمكن الفرائس من أن تختبئ من أعدائها بعض الأرانب والتي تعيش في البيئة القطبية ألوانها مناسبة لهذه البيئة البيضاء لكي تختبئ من أعدائها من هذا البوم وكذلك من غيره إذن هذه خاصية كبيرة جدا وما نسميه بتكيف التمويه لننطلق ونتحدث عن تكيف آخر التلون نوع من أنواع التمويه لون الحيوان سوف يساعد على الاندماج في المكان الذي يعيش به حتى يحتمي من المفترس لون فره الثعلب كما نعرف القطبية الذي ساعد بذلك على الاختباء في الثلوج في الصيف سوف يتغير لون فره إلى لون النباتات التي تنمو في الجو الدافئ لاحظ معي كيف يمكن لهذا الثعلب أن يغير من لونه حتى يشابه البيئة التي يعيش فيها حتى يحصل على غذائه نشاهد معا طالبي وطالبتي هذه الصورة نشاهد أن في الصورة الأولى في الأعلى نجد أن اللون يساعد الأرانب القطبية على أن تندمج في البيئة الثلجية اللون في هذه الحشرة تشاهد في هذه الصورة هناك حشرة قد لا تبدو لدينا أو لا تبدو في هذه الصورة لدينا لكن وجودها في هذه الصورة أو تلونها في هذه الصورة سعب علينا أن نشاهد هذه الحشرة من حيث اندماجها في البيئة التي تعيش فيها التشابه طالبي وطالبتي إحدى خصائص التمويه والتي تساعد ذلك المخلوق على أن يندمج مع البيئة بشكل يفوق تخيل كما تلجأ بعض الحيوانات إلى النوع الآخر من التمويه التشابه وماذا يعني من التشابه؟ هو أن يتطابق لونها وشكلها وتركيبها مع البيئة فمثلا عندما نشاهد أفعى أم جنيب هذه الأفعى تعيش في البيئة الصحراوية نشاهد أو أحيانا قد لا نشاهد هذه الأفعى ولا نحس بها رغم أنها أمامنا والسبب هو تشابه لونها وشكلها وتركيبها مع البيئة التي تعيش فيها دائما هذه الأفعى نشاهدها في رمال الصحراء وفي المملكة العربية السعودية كبيئة مناسبة لها انظر إلى هذه الصورة الطالبي وطالبتي لتتعرف على أمثلة أخرى من هذه التكيفات هذا المخلوق والذي نسميه حشرة السرعوف له خصائص اللون الشكل يشابه شكله وشكل الأوراق لونه بنفس لون الأورار وتركيبه حتى يستطيع بذلك أن يندمج مع البيئة ويستطيع بذلك أن يكون جزء من هذه البيئة ليحصل على ما يريد في ختام درسنا طالبي وطالبتي نراجع ما تعلمناه خلال هذا الدرس عبر اختبر نفسي مهارة أساسية سبق أن مرت علينا سابقا أو خلال بداية هذا الدرس وهي مهارة مشكلة وحل لدينا مشكلة كيف يمكنني ما عرفت ما إذا كان الأرنب في بيئة باردة أم في بيئة دافئة هذه مشكلة نريد خطوات حتى نجد حلولا لها كيف أتعرف على هذا الأرنب هل يعيش في بيئة قطبية باردة أم يعيش في بيئة جافة أو بيئة حارة أحسنتم حسب ما نشاهده من التكيفات حيث يدل الفرو السميك اللون الأبيض لهذا الأرنب على المناخ البارد أما الفرو الرقيق الأذان الكبيرة اللون المخالف لللون الأبيض فهذا يدل على أن ذلك الأرنب يعيش في المناطق الدافية إذن عبر مشاهدة خصائصه لونه شكله عبر هذه الخصائص نستطيع تحديد البيئة الذي يعيش فيها ذلك الأرنب ننطلق وإياكم طالبي وطالبتي لنتعرف على السؤال الآخر هذا السؤال يقيس مهارتنا في التفكير الناقض للعديد من النباتات المزهرة أو النباتات الزهرية أزهار ذات ألوان زهية تسهل ملاحظتها لماذا لا تستعمل أو لا تستعمل هذه الأزهار للتمويه هذه الأزهار الملونة لماذا لا تستعمل عملية التمويه كأحد خصائص التي ذكرناها قبل قليل في الحيوانات أحسنتم رائعون إذن نجد أن الأزهار سوف تجذب ذات الألوان الزهية الحشرات التي تنقل حبوب اللقاح أو ما نسميها بيئة الملقيحات ولو كان لهذه الأزهار بتلات تمتزج مع البيئة المحيطة بها فلن تنجدب الملقحات إليها نتخيل بأن هذه الأزهار تحتوي على ألوان مشابهة لهذه البيئة لن تأتي هذه الملقيحات لهذه الأزهار لكي تقوم بعملية التلقيح فبالتالي لن تستفيد هذه الأزهار لذا فهي تأخذ ألوان بتلات مختلفة حتى تستطيع جذب هذه الملقيحات إليها في ختام درسنا طالبي وطالبتي لهذا اليوم لدينا تساؤل أو واجب منزلي وهذا الواجب يشير إلى ما هو التمويه وما هي أشكاله إذن أريد منك طالبي وطالبتي أن تقوم بإحضار ورقة وقلم لتسجل هذا الواجب ما هو التمويه وما هي أشكاله إلى هنا وصلنا وإياكم طالبي وطالبتي لختام درسنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم بإذن الله في درس الحصة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر